اطلع وزير التموين وتجارة الدخلية شريف فاروق على كافة الاستعدادات الخاصة بإقامة معارض أهلا مدارس مشيرا إلى أهمية توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد جاء ذلك خلال التقاء الوزير برئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل لبحث أليات تعاون المشترك بين الطرفين في السياق ذاته أشاد الوزير بتعاون المثمر والتنصيق المستمر بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية